بسم الآب والابن والروح القدس صلى الله عليه وحد أمين بنعمة ربنا موضوعنا هيكون سفر أستير وشخصية أستير قصة أستير ببساطة قصة خلاص ولأنها قصة خلاص بالنسبة لنا هي أكتر من كنها قصة تاريخية هي قصة حياة إزاي الشيطان بيحاول يأذي الكنيسة وإزاي الكنيسة بتغلب وإزاي الشيطان يحاول يهزمك وإنت تغلب وفين المسيح في القصة فكل الكتاب مفيد وكل الكتاب موحى بي من الله يعني ممكن واحد يجي في باله يقول أنا ما لي قصة تاريخية لا الكتاب ما فيهوش قصة تاريخية للتاريخ إنما الكتاب المقدس كله كل الكتاب موحى بي من الله ونافع للتأديب والتوبيخ الذي في البير فالقصة دي بنعمة وبينها هنكتشف أنها ممكن تبقى قصة كل واحد فيها وقصة الكنيسة في كل زمن إزاي الشر بيحارب الكنيسة وإزاي الكنيسة تغلب وإزاي النفس البشرية الشيطان عاوز يموتها يعني يحتويها وفي الآخر إزاي تغلب بالمسيح السفر أستير لو تتمة أو تكملة موجودة تبع الأصفار القانونية التانية أو اللي بيسموها خطأ الأصفار المحزوفة وهديكم فكرة سريعة للأصفار المحزوفة لأنها تهمنا هنا لأن فيه 6 إصحاحات نقصين طبعا أنا بنعمة ربنا هنقوله لكم يعني إحنا في الدراسة هناخد 16 إصحاح ربنا قويكم وتتحملوني يعني 16 إصحاح فيهم 10 في قدنا و 6 التتمة يعني أو التكمل طبعا دي عملت مشكلة كبيرة في التاريخ ليه دول تشالوا مع أنهم مهمين مش هقول لكم كل يعني التاريخ لأنه هاخد وقت كتير لكن هقول لكم ببساط القصة كانت إيه أن القصة دي كتبت أول ما كتبت عبري ولما الترجمة اليونانية ترجمة حوالي 250 قبل الميلاد في الترجمة اللي بنسميها الترجمة السبعينية ترجمة السبعينية ودي أهم ترجمة قديمة للكتاب من العبري لليوناني ودي الترجمة اللي كان الأباء الرسل بيستشهدوا بيها بآيات العهد الأديم فلما الترجم العهد الأديم الترجم 46 كتاب مش 39 زي اللي في إدينا والترجمة مثلا سفر زي أستير 16 إصحح وده أول دليل أنه السفر 16 إصحح مش 10 إصححات لكن بعض العبرانين اختصروا السفر العشر إصححات شالوا أجزاء واختصروا وابتدوا يتوارثوا هذا الملخص خلي بالكم فده تجمع تجميع اسمها تجميع تعزرة فالتجميع بتاعة تعزرة هي اللي فيها 10 إصححات بس لكن وقت الترجمة كانت الترجمة كاملة فكان فيها 16 إصحح في نفس الوقت وإحنا بندرس نكتشف أن الإصححات دي جزء من القصة يعني تلاقي إصحح منهم بنسمع مردخاي بيصلي وفي إصحح تاني بنسمع أستير بتصلي ما هي ده كل جوه أحداث نفس القصة المشهورة بتاعت أستير ومردخاي فما نقدرش نفصلها بعض العلماء الكتاب قالوا أن سبب الاختصار ده أنه في وقت اضطهاد العبرانيين حابوا يخلوا القصة دي قصة شعبية خالية من الجو الروحي فشالوا الأجزاء الروحية الصرف يعني اللي يقرأ أستير اللي في أدينا بس العشر إصححات السفر الوحيد اللي ما جاش فيه كلمة ربنا كلمة الله ولا مر فهي كأنها قصة علمانية يعني فيبدو أنه كانوا بيقدموها للأمم عشان يشدوا الأمم فكانوا بيحاولوا أنه ما إيه ما يحطوش اللمسة الروحية اليهودية القوية فاختصروا السفر كل ده ما يشغلناه اللي يشغلنا أن إحنا معانا سفر متكامل وأن هذا الحمد لله طباعة الإنجيل رجعت تاني تطبع الكتاب بكل الأجزاء النقصة اللي فيه والكاتوليك والأرثوذكس وبعض البروستانت كلهم مجمعين على الكتاب بالأصفار القانونية التانية بعض البروستانت هم اللي نقلوا عن اليهود رأسا رفضهم لبعض الأصفار يعني اللي رفضوا بعض الأصفار ده الجماعة من اليهود المتطرفين نقل عنهم البروستانت لما تضعوا الطبعة البيروتين فدي أول معلومة مهمة أنه أستير جزء في إيدينا وجزء اسمه التتمة أو التكملة وده جزء قانوني كلمة قانوني يعني معتمد من الكنيسة كتاب مقدس زي اللي في إيدينا بالظبط قصة أستير هي قصة شعب وقصة شخص والحقيقة الشعب عبارة عن أشخاص والكنيسة شعب والنفس شخص والكنيسة مجموعة من النفوس وقصة خلاص الكنيسة هي قصة خلاص كل نفس يعني إيه يعني خلاصك في الآخر هو خلاص الكنيسة وتوبتك هي توبة الكنيسة ولما تبقى أنت إنسان روحاني تبقى الكنيسة كلها روحانية ولما تبقى أنت إنسان تائب وقوي هتبقى الكنيسة كلها قوية ولما تبقى أنت بعيد عن ربنا الكنيسة كلها بتضعف فارتباط القصة هتلاقوا قصة شعب وقصة شخص أستير كشخص وفي نفس الوقت مسؤولة عن شعب كمان أستير كلمة في الأصل فارسية لأن في الوقت ده تاريخ القصة دي في الزمن الفارسي برضو مراجعة تاريخية سريعة من عند سبعمية ونازل نحية الميلاد كده احتل العالم أربع ممالك أول مملكة اسمها إيه؟ مملكة بابل احتلوا العالم في الوقت ده يعني دي كانت أول مرحلة في التاريخ أمبراطورية واحدة تحكم العالم كله فأول شعب احتل العالم كان بتوع بابل العراق بعد بابل جات مملكة اسمها مملكة الفورس حربوا بابليين وغلبوهم فاحتلوا العالم في الوقت ده قصة أستير يبقى قصة أستير حوالي سنة ربعمية وسبعين قبل الميلاد في الوقت اللي يحكم العالم الفورس الفورس اللي هم الإيرانيين دلوقت بلاد فارس اللي هي بلاد إيران حاليا بعدها جوم اليونانيين بالإسكندر الأكبر وغلبوا الفورس واحتلوا العالم بعدها جوم الرومان كسروا اليونانيين واحتلوا العالم وفي زمن الرومان ولد السيد المسيح يبقى فيه أربع ممالك جوم وراء بعض لغاية ما ظهر المسيح في زمن الرومان بابل الفورس اليونان الرومان احنا في زمن الفورس طبعا دول كلهم وسنين وفي الوقت ده اليهود كانوا مذبيين لأن ربنا كان غضبان عليهم بسبب كتر خطيئة لأنهم رفضوا عبادة ربنا وعبدوا الأوسان وعاشوا في الخطيئة فربنا حكم عليهم بالثبي أو بالزل العبودية عشان يرجعوا يتوب وأحيانا الإنسان ما بيرجعش ربنا غير لما بيدلل فربنا عارف كده فبيضطر يسمح لنا في كده لو احنا مش رجعين بالزل نرجع بالزل ففي الوقت ده ظهروا أنبيا كتير قوي يعني كل الأنبيا المشهورين ظهروا في الفترة دي يعني أشعية ظهر قبل السبي على طول هوشع مثلا ظهر في سبي قبل برضو السبي على طول هوشع ويؤيل وأشعيده في الأول خالص وقت سبي بابل ظهر أرمية وظهر حسقيال وظهر دانيال قصة أستير بقى بعد ده كل بعد دول لما تحولت المملكة من مملكة بابل إلى مملكة فارس كده احنا بقينا في ربعمية وسبعين قبل الميلاد المزبيين دول كان أغلبهم يهود طبعا في يهود مزبيين وفي يهود عايشين في بلادهم بس عدد قليل قوي في قرشاليم اللي هما ثبوهم وما خدوهمش سبايا بعض السبايا كبروا في بلاد السبي يعني أستير دي لما تثبت تثبت عيلا صغير كانت طفلة يوم ما جات بلاد فارس مع ابن عمام وردخي زي ما نشوف كده فلما تثبت أو تأثرت كانت طفلة وتربت في بلاد السبي من الحاجات اللي تعجبنا في الشخصيات دي إزاي وهم في عالم كل وسني وكل خطية يحفظوا على عهدهم مع ربنا ويفضلوا مسكين في ربنا ويفضلوا عارفين الصوم والصلاة شوفوا احنا عايشين برضو بحرية تصور لما الواحد يبقى مستعبت في جوه كل خطية ويفضل متمسك بإيمانه متمسك بروحياته طبعا دي لوحدها سير رؤوة الناس دول عندنا أربع اسماء يهمونا أول اسم أحشا ويرش واخدين بالكو ده الملك أحشا ويرش وده اسم فارسي ويعني يعتقد انه كان اسم أحد الآلهة الوثانية طبعا واحد تاني اسمه هامان ده الوزير المتعب أو رئيس الوزراء وهامان ده برضو على اسم واحد من الأوسان وعندنا ويشتي ويشتي دي الزوجة الأولى لحشا ويرش ودي هتطير بسرعة من أول القصة وعندنا أستير وعندنا مردخاي اللي هو قريب أستير بطل القصة الحقيقي وده برضو تصغير مردوخ كلهم اخدين أسماء خلي بالكو الأسماء دي مش عبرانية لأنه لما كانوا بيرترحلوا البلد دي يغيروا أسماءهم عشان ينسوهم مضيهم فاكرين عيلة دانيال يقولك ايه سموهم صدرخ وميشخ وعبدنا حاجات كده غريبة هم في الأصل أسماء عبرانية ميسا إيل ودي أسماء عبرانية ما تلاقوا إيل إيل دي يعني الله ويا الأخيرة يعني الله حنان يا يعني الله حنان واخدين بالكم فالأسماء دي في الأصل العبرية يغيروها عشان تاخد أسماء بابلية أو فارسية هنا واخدين كلها أسماء فارسية أو أسماء غريبة نبتدي نقرأ ناخد شوية حتى كده في الأول وكل حتى نقول عنها تعليق مين اللي كتب السفر برضو ده كان لغز لكن أغلب المفسرين أجمعوا إن اللي كتب السفر مردخي نفس لأن واصف أحداث بمنتهى الدقة صعب يكون حد نقله البعض بيقول عزرة نفسه اللي جمع الكتاب المقدس هو اللي نقل القصة وكتبه الرأيين يعني مقبولين في الكنيسة إن كان عزرة الكاتب اللي كتب سفر عزرة لأنه في الوقت ده كان بيجمع الأصفار أو مردخي اللي رأيين يمشوا مين كاتب القصة وحدث في أيام أحشا ويرش هو أحشا ويرش الذي ملك من الهند إلى كوش من الهند دي آخر العالم ساعته ما كانش فيه بلاد بعد كده وكوش اللي هي الحبسة برضو آخر العالم ساعته ما يعرفهش أكتر من كده العالم القديم غير العالم بتاعنا دلوقتي ما كانش فيه الأمريكتين ما كانش فيه الأستراليا الحاجات دي مش معروفة زمان فالعالم القديم لما يقول من الهند للحبسة يعني يقصد يملك العالم كله وكانت متوزعة زي بلاد صغيرة يقول مية سبعة وعشرين كورة أنه في تلك الأيام حين جلس الملك أحشا ويرش على كرسي ملكه الذي فيه شوشا القصر شوشا دي البلد وساعته يقوله شوشا القصر يعني إيه البلد اللي فيها القصر شوشا دي عاصمة البلد اللي فيها الامبراطور أو الملك الاسمه عيلام فشوشا دي البلد في السنة الثالثة من ملكه عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده جيش فارس ومادي وأمامه شرفاء البلدان ورؤسائه حين أظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته أياما كثيرة مية وتمانين يوم تصوروا حفلة مية وتمانين يوم بهياص دي يورينا يعني شكل العالم زمان طبع الحفلات دي كلها فجور وكلها شرب خمرة وكل أنواع اللي احنا حرفات لأنها بلادوة ثانية ففيه غنى جديد جدا وفيه خطايا كتير قوي إحنا لما هندرس القصة هنخدها زي ما هي كقصة تاريخية ونتعلم منها دروس وبعدين نديها بقى البعد الرمزي يعني البعد الروحي إزاي نطبقها على حياتنا وعند انقضاء هذه الأيام عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر من الكبير إلى الصغير وليمة سبعة أيام في دار جنة قصر الملك يعني بعدما كانت حفلة عامة على مستوى العالم ويعتقد أن الحفلة دي كانت بيلهي الناس عن حربه مع اليونان لأن اليونانين ابتدوا يشدوا حلهم فكان ايه بيخسر جولات قدام اليونانيين يعتقد كده في التاريخ فالملك حب ايه يلهي الناس عن الحاجات دي فطبعا دي سياسة انت عارفينها لما يحبوا ايه يخلوا الناس ما تفكرش في السياسة يلهقهم فهم كانوا بيعملوا كده برد بس هنا بقى كان بالخمرة والحفلات وبعدين عمل حفلة عدية سبعة ايام عدية يعني في الاصر بقى والناس الحبايب بأنسجة بيضاء وخضراء واسمنجونية معلقة بحبال من بزن بزد الحرير وارجوان في حلقات من صده واعمدة من رخام وأسره من ذهب وصده على مجزع من بهت ومرمر ودر ورخام اسود مش هندخل في تفاصيل البهرجة والعظمة الأرضية والغنى الفاحش لكن في غنى فضيع حواليه حوالين الرجل ده وفي البلد وده اول تحدي هيواجه كنيسة العهد القديم او شعب اليهود طبعا الشعب اليهود ده احنا بنبصله ككنيسة في الوقت دول هما دول بتوعرب بنا فاحنا بنتعامل معهم كناس بتوعرب بنا تصوروا معايا المنظرة دي والقبهة دي والعظمة دي بتخلي الواحد طبعا يتحب لانه ينبهر بالكلام ده ويضعف ويبقى عاوز يبقى غني وعاوز يشارك وعاوز يجامل ويتنازل بالتالي عما بده وكان الشرب حسب الامر ولم يكن غاصب يعني ايه يعني اسرب راحتك زي ما تسرب طبعا انش مية يعني لانه هكذا رسم الملك على كل عظيم في بيتي ان يعمله حسب رضا كل واحد يعني ببلاش الخمرة ببلاش في مخدرات ساعة تبقى ببلاش عشان يجبوا رجل الزبون وبعد كده يبيعوا الشيطان يعمل كده تلاقي الحاجة الغالية يرخصها لك قوي بدلها تغلط بدل انت زبون جديد يخلي لك الخطيئة سهلة قوي ببلاش يجبها لك الغاية عندك ويعرضها عليك ببلاش يوسف العفيف يجيله الخطيئة الغاية عنده ببلاش ما يجريش وراه لكن هو يقول لا فالخطيئة حاسطان يعرضها رخيصة جد وببلاش مع انها تبقى في عرف الناس غالي لكن بعد كده تبقى غالي بعد ما يتزال للانسان يبتدي ايه تبقى غالي على زي الابن الضال في الاول خطيئة سهلة قوي معاه فلوس كتير قوي ولما ادم في الخطيئة بقى مش طايل اكل الخنازير ووشتي المالكة عملت ايضا وليمة للنساء برضو وشتي ده احد اسماء الالهة وفي بيت المالك الذي للمالك احشوير وفي اليوم السابع لما طاب قلب المالك بالخمر قال لما هومان وباذسة وحربونة وبغتة وأبغسة وصيزة مش رقيت ناس كده ملهمش لازم الخصيان السابع دول ايه سبع وزراء كلمة خصي مش مقصود بيها الحتة الجسدية كانت ردبة وزير يسموه كده زي لو تفتكروا في سفر الاعمال يقول الخصي بتاع الحبشة وزير كنداك لانه هطلعوا من الناس دي متجوزين ومخلفين فالحكاية مش مجرد عند العرب كانت بتاخد معنى انه ممنوع من الزواج او الخلف او كده لكن هنا ده كان لقب للي هم مكرفين لخدمة المالك فبيتقال عليه كده الخصيان السابع دول زي السبع مستشارين او سبع وزراء حواليه الذين كانوا يخدمون بين يدي المالك احشوير ان يأتوا بوشتي المالكة الى امام المالك بتاع المالك ليرى الشعوب الرؤساء جمالها لانها كانت حسنة المنظر دخلنا في الغلط الراجل مخه راح من الخمرة فأيه عمل حاجة ما كانش حد بيعمله انه عاوز يتبهى بزوجته قدام الناس مراته جميلة قوي فعاوز يعرضها قدام الناس يشوفه جمالها طبعا تصرف مش عائل ومهين للمالكة فهي المالكة صعب عليه فهترفض ومن هنا هتبتدي القصة شوفوا بقى احنا هنتفق على حاجة وشتي دي هترمز الى الانسان الخارجي او الجسد لان الانسان بيتمنظر بايه بابسه بمنظره بصحته بزكاءه بمركزه بعلاقاته استيرها ترمز الى الانسان الداخلي لان استيرها تفضل اغلب حياتها في الدرة بالرغم انها تبقى ملكة فهيبقى الملكة بين اتنين بين انسان خارجي وبين انسان داخلي والمالك بيختار انت المالك في الحالة دي تختار تتجوز وشتي ولا تتجوز استير بمعنى ايه؟ تعيش تتمنظر بحياتك ويهمك جمالك الخارجي يبقى مصيرك في الاخر الندم لكن تتجوز ابنة الملك من داخل استير الجميلة لحياتها كلها داخلها يعني يبقى حياتك الداخلية شغلك هتعرف في الاخر المجد يوصل ليه فوشتي ترمز الى الانسان الخارجي او الجسديات بينما استير اللي هتاخد مكانها ترمز للانسان الداخلي او الانسان الروحاني واضحة فتلاحظوا انه مفيش دوام ابدا للانسان الخارج وشتي لازم تروح عليه ليه؟ لانه بدل حط بقيت فرجة اي حاجة تطلع في الفرجة تروح عليه كله بيعجز وكل عالي بيقع وكل غني بيفقى كل دا كلام بطال لكن الانسان الداخلي يدوم الانسان اللي عنده فضيلة دا هيدوم السان اللي عايش مع ربنا دا هيدوم فراح بعد يجيبه وشتي فقبت الملكة وشتي ان تأتي حسب امر الملك عن يد الخصيان فاغتاز الملك جدا واشتعل غضبه فيه طبعا الخامرة شغالة ودي من البلاوي اللي تعملها الخامرة كذا خطيئة غضب قرارات خاطئة ماشي وقرارات على مستوى عالمي يعني فطبعا وتفتكروا حتى في العاد الجديد برضو كان حصل فيه حاجة شبه كده وقت هيرودس لما ايه برضو انبسط زيادة والحكاية كان فيها رأسه والشرب وبتاعه فقالها ايه اطلبي زي ما انت عاوزة رسيت على رأس يحنى المعمدان ويندم اشد الندم بعد كده برضو حد في قصة دانيال كان في حدث زي كده فاكرنا بالشسر اه قاعد يشرب ومن كتر مشارب قالهم هاتوا اواني الهيكل اشرب فيه فربنا اعتبر ده تطاول ما بعده تطاول طلعت ايه تكتب على الحيطة ايه وزنت بالموازين فوجدت ناقصا اتوزنت وطلعت ناقص يا ناقص كده ايه رحت عليك فاتشرب في اواني الهيكل خمرة نوع من التجاثر الشديد على ربنا كل ده من الخم الخمرة وحشة جدا تضيع العقل وبالتالي تخيل انسان يعمل اي خطيه فهنا لما هي قالت لا وهي معها حق اقول لا دي ملك مش فرج دي اهانة ليها فاضطرت تقول لا لانه عارف انه جزء مش مضبوط في الساعة دي هو بقى الغضب ركبه فأمر بأمر وحش وقال الملك للحكماء العارفين بالازمنة لانه هكذا كان امر الملك نحو جميع العارفين بالسنة السنن يعني والقضاء وكان المقربون اليه الجماعة اللي قلنا اسمعهم دول سبعة رؤساء فارس ومادي الذين يرون وجه الملك ويجلسون اولا في الملك حسب السنة ماذا يعمل يعمل بالملكة وشته لانها لم تعمل كقول الملك احشوير وش عن يد الخصيان فقال ما مكان امام الملك والرؤساء ليس الى الملك وحده ازنبت وشته الملكة بل الى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك احشوير ده فعل خير يا عبد فهمين؟ ده عاوز يباوز الدنيا قالوا الغلطة دي مش فوشك بس دي فوشنا كلنا ازاي الملكة تقولك لا طبعا عاوز يخرب على الملكة في ناس كده مستشارين بس يضيعوا الدنيا اه لان دول خدتوا بالكم التعبير اللي قالوا الكتاب قبلها كانوا يقولوا الحكماء العارفين بالازمنة دول الحكمة الارضية دي مش حكمة نزلة من فوق في حكيم عارف بالازمنة بس الازمنة يقصد بيها الازمنة الارضية يعني في الخبث والدهاء مفيش بعد كده وفي اللقم والمكر يعرف يمشي حاله في الدنيا تمام عارفين بالازمنة بس مش عارفين بالابدية دول مش حكمة حكمة روحية دي حكمة الدنيا كده حكمة الدنيا اللي يطبح القط فهميه ازاي؟ دي حكمة الدنيا ما هم عاوزين يقولوا كده يعني ايه؟ ازاي مراتك تقولك لا يبقى محدش فينا هيعرف يمشي مراته ماخدين بالكم؟ طبعا ده بعيد خالص عن الزواج المسيحي وعن الفكر الإنساني الرائي والكلام فقال له بص ده مغلطتش في حقك بس بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك أحشاويرش لأنه سوف يبلغ خبر الملكة إلى جميع النساء حتى يحتقر أزواجهن في أعينهن عندما يقال إن الملك أحشاويرش أمر أن يؤتى بوجة الملكة إلى أمامه فلم تأتي وفي هذا اليوم تقوله رئيسات فارس ومادي اللواتي سمعنا خبر الملكة لجميع رؤساء الملك ومثل ذلك احتقار وغضب فإذا حسن عند الملك فليخرج أمر ملكي من عنده وليكتب في سنن فارس ومادي فلا يتغير ألا تأتي وجتي إلى أمام الملك أحشاويرش وليعطى الملك ملكها لمن هي أحسن منها طبعا هي مؤامرة منهم كل واحد عنده عروس عاوز يجبها له فعاوز يخلص من الملك أو ده تذكرهم يعني ودي مؤامرات دايما حوالين الملوك كل الملوك اللي حواليهم بيلعبوا بيهم وبيغرقوهم في حدثة تانية في التاريخ غرقت ملك وقسمة شعب اسرائيل كل كان مين الملك؟ رحب عام ابن سليمان سليمان كان راجل حكيم جدا فما كانش يسمع لأي حد وكان حكيم يصلي قبل ما ياخد قرار فمشى الدنيا تمام لما جاء ابنه كان شاب صغير ما كانش واخد حكمته فقال لي استقل الشيوخ أمشي الشعب ازاي قالوا له اخدم الشعب بعنيك وظهر لهم الحب يحبوك رح بقى للمستشارين الشباب العيالة اللي بيلعبوا معا اعمل ايه؟ قالوا له لا قولهم ابويا قدبكم بالصياط انا قدبكم بالعقارب انا اصباعي ادخن من وسط ابويا شغل بقى شباب ايه؟ مستهتر ومندفعوا وفارد صدر وفتاع هم سمعوا الكلمتين دول قالوا خلاص خليك في حالك وانقسمت المملكة بسبب الكلمة دي كل ده مشورة اشرار كل ده مشورة غير حكيمة بوزة الدنيا هنا يباني يا جماعة خطورة المشورة ساعات واحد يبقى في مشكلة يسأل واحد يغرقوا تماما يغرقوا تمام اهو الملك هنا بصل اللي حواليه غرقوه ضيع مملكته ويبدو ان الندم بس طبعا مقدرش يعلن عن كده لكن في ليلة غضب خسر مراته خسر بيته بسبب اندفاعه بسبب الخامرة بسبب اللي حواليه فيسمع عمر الملك الذي يخرجه في كل مملكته لانها عظيمة فتعطي جميع النساء الوقار لازواجهن من الكبير الى الصغير فحسن الكلام في اعين الملك والرؤساء وعمل الملك حسب قول ما مكانه وارسل كتبا الى كل بلدان الملك الى كل بلاد حسب كتابتها وى كل شعب حسب لسانه ليكون كل رجل متصلط في بيته اللي يعني هو ده اللي يخلي الراجل متصلط في بيته ويتكلم بذلك بلسان شعب يعني لما الملك يقول كده خلاص لا طبعا لكن هو ده تفكير البشر يا جميع فهمين ازداء؟ قال يعني العين الحمرة يعني ده تفكير بشر وده خراب بيوته لكن التفكير الروحي غير كده خالص قبل ما يقول الكاهند الزوجة اخضعنا لرجالكنا بيقول له ايه خليك حنين على مراتك تكسب عنيه فهنا اللغة المسيحية غير خالص اللغة العالمية ده ده تفكير بشري واحد عاوز يعرض مراتك قد كده جميلة والناس بيقولونه ما تسمعتش كلامك طلقها اخذين بالكو شغل ناس مفيش ربنا في الموضوع يبقى الاندفاع والقرار المندفع كمان في قرارات خطيرة الواحد يندم عليها طول العمر اوعى تاخد قرار كبير وانت منفعل او انت ما حسبتوش كويس اي قرار كبير خد وقت قبل ما تقوله ده لو كان قعد للصبح والخمرة طلعت منه ما كنسى عمل كده لكن هو الشيطان تبخى بحيث انه يغلط في ساعته وانت منفعل وانت غضبان اوعى تاخد قرار اسقط خالص اجلها يومين ثلاثة هتلاقي نفسك وتفكر بطريقة تانية خالص ياما بيوت خربت وياما مشاكل اتعقدت بسبب قرارات منفعلة خمر او غضب او مشورة شرير المهم حيلة الشيطان نجحت وعرفوا يطلقوا الرجل من مراته وهينادوا بقى انه يعرضوا البنات عشان الملك يختار عروسه وكان ده نظام بقى ملوك فارس كان نظامهم كده برضا عاوز اقول نقطة تانية مهمة ان ربنا بيستغل الاحداث اللي في الدنيا لخلاصنا وخلاص شعبه قصة زي كده تبدو قصة عادية زي اي قصة في التاريخ لكن ازاي ربنا يستغل الاحداث ده عشان يطلع منها خلاص لشعبه يعني ساعات احنا ننزعك نسمع عن حروب ونسمع عن قوانين بتطلعه ونسمع عن حكومات بتقعه وبتطلعه ومش وقد يقالنا ان ربنا بيستغل ده كله عشان يعمل طبخه كده تمام ويطلع خلاص لشعبه تصوروا لو قصة اللي جاي انتوا عارفين قصة همان لما تآمر على الشعب اليهود لو حصلت وكانت وشتي مراتي احشاويروش هي اللي هو زوجه ما كانش ليه حال يعني لما همان بعد كده هتآمر ويخلي الملك ينضي اعدام اليهود كلهم لو كانت مراته هي وشتي ما كانش حد من اليهود هيوصل لأحشاويروش عبد كان القرار هيتنفسه هيتنفسه لكن القصة الغريبة ده اللي حصلت كانت مقدمة عشان ربنا يبتدي خطط لقدام ويعمل قصة كده عشان في الآخر يوصل لخلاص شعبه بمعنى لو عندنا ايمان حقيقي هنصق ان كل الاشياء تعمل معا للخير كل الاشياء دي الحاجات القريبة فينا وحوالينا والحاجات البعيدة خالص كمان ليها علاقة بينا نظام البلهات والدولار اللي بيعلى وحاجات كتير قوي نتصور انها ملعاش علاقة مباشرة لنا لكن ممكن الحاجات دي تكون جزء من قصة خلاصنا دون أن ندر لكن مين اللي ماسك كل المفاتيح في ايده مين اللي ماسك كل الخيوط ربنا عشان كده بنسميه الضابط الكل ضابط كل حاجة كل حاجة في وقته لازم وجتي تقعد الوقتي عشان استير تدخل عشان الشيطان دخل بمؤامرة كبيرة فلازم نعمل لها استعدادات فتلاقوا كل حاجة ماشية بحساب علاقة مما علاقة يرجع علاقة